بحثا عن الدواء يفد العشرات يوميا إلى هذا المستشفى علّه يخفف عنهم شيئا من آلامهم لكن معظمهم لم يحصل على ما يريد نظرا لشحة الإمكانيات التي تقف عائقا أمام تقديم خدمات متكاملة للمواطنين بالنسبة للخدمات هنا في المستشفى يعني شبه يعني متوفر أما نسبة الدكاترة موجودين نسبة الدكاترة نحن بالنسبة لنا جينا مرضوم إلى عزان يعني العدم موجود الدكتور موجود في صاحب العيون جينا هنا من أجل الدكتور موجود الدكتور إيش كيم بعض النقوص مستشفى عزان العام بمديرية ميفعة أحد المستشفيات المحورية والمهمة في المحافظة بسبب موقعه الجغرافي التستفيد من خدماته أربع مديريات ذات كثافة سكانية إلا أنه لا يزال بعيدا عن أي اهتمامات حكومية حيث يفتقر إلى الكثير من الكوادر والمعدات الطبية والأقسام التخصصية والخدمات الأخرى التي تتواكب مع حجم الإقبال الكبير عليه مستشفى عزان يعني يعتبر مستشفى محوري يعني يعتوي إليه المرضى من مديريات المجاورة إلى جانب مديرية ميفعة والمستشفى بحاجة أشياء كثير خاصة ترميم المستشفى حكم المستشفى قديمة هالك يحتاج إلى أقسام مثلا عنها مركزة يحتاج إلى مختبرات مركزية يحتاج إلى أقسام ترقيد يمتلئ هذا المكان بأنات المرضى الذين ألقت بهم ظروف الحياة هنا نتيجة تدهور الخدمات الطبية داخل المستشفى فهل ستبادر الجهات المعنية والمنظمات الإنسانية لرفضه بما يحتاج أم ستترك هؤلاء المرضى غارقين في معاناتهم دون الالتفات إليهم أبو بكر حسين لك أنا تبالقيس شبوة